اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني اهلا ومرحبا بكم في قناة مصر للتعليم الفني بفكركم ان احنا هنكمل حلقات شرح منهج ميكروسوفت اكسل المخصص لطلبة الصف الثاني التجاري والفندقي للفصل الدراسي الاول تعالوا كده نرجع مع بعض سريعا الحلقات اللي فاتت الدروس اللي احنا شرحناها الخاصة بتطبيق ميكروسوفت اكسل طبعا بالتأكيد اول حاجة شرحناها او اول حاجة عرفناها تعريف برنامج ميكروسوفت اكسل وبحب تمليه في اول كل حلقات افكركم بتعريف البرنامج لان طبعا ده البرنامج اللي مستمر معينا طول الترم الدراسي الاول قلنا انه عبارة عن مصنف مصنف كبير بيحتوي على مجموعة من اوراق العمل اوراق العمل دي هي التي تشكل محتوى دفتر العمل اللي هو الورك بوك وورقة العمل بنسميها وورك شيت او ورقة عمل باللغة العربية ورقة العمل دي قلنا ان هي بتحتوي على مجموعة من الصفوف ومجموعة من الاعمدة وتقاطع الصف مع العمود ينتج لما يسمى بالخلية لذلك صفحة او شيت ميكروسوفت اكسل مليان بالخلايا الكتيرة اللي من خلالها بدخل فيها البيانات بتاعتي قلنا ان الصفوف بتاخد ترقيم متسلسل واحد اتنين تلات اربع باللغة الانجليزية وان تو سري فور فايف وان الاعمدة بتاخد اسم حروف اللغة الانجليزية عمود ايه عمود بي عمود سي عمود دي وزي ما قلنا التقاء الصف مع العمود بينتج ما يسمى بالخلية وقلنا ان الخلية بتاخد اسم العمود في الاول ويلي اسم الصف او رقم الصف فمثلا لو انا وقفة في العمود ايه وفي الصف فايف الخلية هيكون اسمها ايه فايف بعد معرفنا البرنامج بتاعنا قلنا مميزاته ونتيجة مميزاته العديد اللي احنا قلناها اللي انا متأكدة ان انتو خلاص كلكم عارفينها ان هو بيوفر لي في الاخر الوقت والجهد وبيطلع نواتج اقرب ما تكون او هي نتائج صحيحة لو استخدمنا المعادلات والدلات بطريقة صحيحة هيطلع لي النتيجة المرجوة من اجراء العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات المدخلة كمان قلنا ان هو بيتعامل مع الجداول وبيتعامل مع الارقام وبيتعامل مع النصوص وبيتعامل مع المعادلات والصيغ والدول كمان قلنا ان هو ازاي بخزن فيه البيانات قلنا بنخزنها في الخلايا اللي هي بتتكون من التقاء العمود بالصف زي ما قلنا وقلنا ان الدفتر بيتكون من عدة اوراق عمل او من عدة شتات الشتات دية هي اللي انا بخزن فيها البيانات بتاعتي بعد كده تطرقنا الى طرق فتح البرنامج وقلنا ان هو التطبيق اتحلي اكتر من طريقة ان انا افتح بيها البرنامج منها بستخدم فيه الاوامر اللي موجودة على بيئة الويندوز ومنها ان انا بستخدم الازرار اللي موجودة في لوحة المفاتيح كمان عرفنا ازاي بنغلق التطبيق طبيعي ان احنا لما تكلمنا عن فتح البرنامج اكيد هنتكلم ازاي ان احنا بنغلقه وحب اكد على ابناء الطلبة والطالبات ان بلاش ان احنا بعد ما بنخلص الحصة في المعمل نقوم طفيين الجهاز من زرار الباور كده على طول دي بنسميها طريقة غير شرعية لقفل بيئة الويندوز ممكن يحصل منها مضار عديدة جدا ممكن ده يتسبب في تلف احد الملفات ممكن ده ويتسبب تلف احد الملفات ممكن تكون ملفات بيانات انا محتفظة بيها على الجهاز وممكن تكون ملفات خاصة ببيئة الويندوز او ملفات خاصة باحد تطبيقات الويندوز اللي احنا شغالين عليها وزي ما قلنا ان ميكروسوفت اكسل هو احد تطبيقات ميكروسوفت اوفيس اللي احنا عددناهم فممكن يعني بطريقة خاطئة او بطريقة غير مقصودة ان انا لما اقفل الجهاز بتاعي بطريقة مسليمة ان انا اضغط على زرار الباور على طول وفيه كذا تطبيق مفتوح معايا ده ممكن يخسرني ملفات ويخسرني بيئة الويندوز ذات نفسها فارجوكم بلاش ان احنا اول ما بنخلص حستنا نقم دايسين على زرار الباور كده على طول وكمان بنطفي زرار الشاشة ونسيب المعمل ونمشي لأ اتعلمنا ان احنا ازاي نغلق التطبيق وهعيد عليكم طرق اغلاق التطبيق اللي انا شغال عليه علشان ايه تملي نفتكرها وما نحاولش ان احنا نقفل بطريقة خاطئة اول طريقة ان انا بفتح فايل التبويب فايل او القيمة فايل واضغط على اخر امر فيها اللي هو ايه اجزل دي اول طريقة ان انا بقفل تطبيق ميكروسوفت اكسل تاني طريقة زرار الاغلاق اللي موجود في شريط العنوان مش احنا قلنا ان شريط العنوان فيه مفاتيح مفتاح الغلق وفيه مفتاح التكبير والتصغير واستعادة الحجم السابق في الجزء دوه اللي فيه شريط العنوان هلاقي مفتاح الغلق قلنا الايكونة بتاعته عبارة عن اكس موجودة في اعلى الشاشة بتاعة التطبيق يبقى قلنا دلوقتي طريقتين للغلق رابع طريقة عن طريق الكيبورد وقلنا بندوس على مفتاحين Alt و F4 فيه حاجة مش عايزاكوا تطلخبطوا فيها فيه فرق ما بين غلق التطبيق وغلق المستند غلق المستند هناخدوا الحلقة دي ان شاء الله غلق التطبيق احنا قلناه في الحلقات السابقة بس انا بنبهكم ان احيانا بتختلط عليكم الطريقتين فلما نيجي نشرح غلق المستند هفكركم ان الاوامر الخاصة بالغلق مختلفة من غلق التطبيق ومن غلق المستند او الورك بوك اللي انا شغالة عليه بعد ما درسنا ازاي نفتح التطبيق وازاي نغلقه تطرقنا بعد كده الى مكونات الشاشة الافتتاحية للبرنامج بتاع ميكروسوفت اكسل قلنا مكونات الشاشة هفكركم بها سريعا لان احنا شرحناها بما فيه الكفاية في الحلقة السابقة قلنا ان مكونات الشاشة الافتتاحية فيها شريط العنوان اللي لسه متكلمين فيه من شوية وقلنا ان شريط العنوان بيحتوي على اسم التطبيق ميكروسوفت اكسل وبيحتوي على اسم المصنف اللي انا فتحه او الورك بوك اللي انا شغال عليه ده بعد طبعا ما عملت له عملية حفظ واخترت له اسم معين فيه كمان زي ما قلنا من شوية ازرار الغلق والتصغير والتكبير والسعادة الحجم السابق بعد كده هو قلنا ان فيه اشريطة ادوات الوصول السريع وهي بتبقى موجودة في الاعلى في الجهة اليسرى وقلنا ان دي بيكون فيها تولز وايكون انا اللي بضفها ممكن ان انا اضفها وممكن ان انا احزفها وقلنا ده بيعتمد على ايه قلنا بيعتمد على الاوامر اللي انا بستخدمها بالسمرار يعني اكيد انا بحفظ المصنف بتاقي اي مصنف بفتحه اكيد بعد ما بشتغل فيه او في اسناء ما انا بشتغل فيه بسيف يعني بحفظ كل فترة معينة طب يبقى من المفيد ليا ان انا اخط في شريط ادوات الوصول السريع الايكونة اللي خاصة بالحفظ وقلنا ان هي شكلها عبارة عن رسمة او ايكون خاصة بشكل الديسك اللي كان زمان بنخفظ عليه ده من ضمن الوسائط التخزين اللي كنا بنستخدمها اللي حلت ما كانها دلوقتي بالتأكيد الفلاش ميموري وقلنا ازاي ان انا ممكن اضيف ايكون التي تمثل اوامر ممكن اضيفها في شريط ادوات الوصول السريع وممكن احزف زي ما قلنا وعادة ان بيكون فيه مفتاح التراجع عن الادخال او مفتاح استعادة الامر اللي انا نفسته في اخر امر وغالبا بنحط فيه الايكونة الخاصة بالحفظ الايكونة الخاصة بالطباعة وكل مستخدم بيضيف فيه ما يناسب شغله نيجي بعد كده هو احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه علشان نركز في اللي احنا بنقوله احنا بنتكلم عن الشاشة الافتتاحية لتطبيق ميكروسوفت اكسل فيه شريط التبويبات وقلنا ان شريط التبويبات ده بيحتوي على اوامر اوامر بتتمثل فيه ايكونات صغيرة موجودة في شريط الربون وقلنا ان شريط الربون ده بيكون خاص بكل تبويب يعني التبويب edit شريط الربون فيه ادوات وطولز تختلف عن شريط الربون اللي خاص بتبويب بيج او تبويب هوم تمام فاحنا كلنا متفقين ان شريط الربون بيختلف من تبويب لاخر طيب قلنا ان شريط الربون ده وكمان ممكن ان هو اخفي يعني يبقى مصظاهر وممكن ان انا اخليه ظاهر وقلنا ان ده مش هيأثر على الشغل ولا هيأثر على الورك بوك بتاعي في حاجة ولكن هو مجرد شكل جمالي او شكل تنصيقي فيه مستخدمين بيحبوا يشتغلوا يبقى قدامهم شريط الربون بما يحتويه من تولز وفيه مستخدمين تانين يقولوا لأ ده عملي زحمة ومشتتلي تركيزي لأ انا هخفيه شوية لغاية ما خلص شغل بعد كده هو فيه قلنا اعمدة الازاحة او شريط التمرير اللي بيبين لي الجزء الغير ظاهر من الشاشة اللي انا شغالة عليها بتاعة اللابتوب او البي سي اللي انا شغالة عليه وقلنا ان عندي اتنين من اشريط التمرير واحد رأسي واحد افقي قلنا ان الرأسي بيجب لي البيانات او الجزء الغير واضح في الاسفل في اسفل الشاشة اللي انا شغالة عليها انما الافقي بيجب لي الجزء الغير واضح جهة اليمين او جهة اليسار على حسب اتجاه الكتابة اللي انا شغالة بيه في شيط الاكسل قلنا ايه تاني ان الصفحة بتاعتي بتحتوي على عدة اعمدة وتحتوي على عدة صفوف وتحتوي على منطقة عمل في الوسط اللي انا بسجل فيها البيانات اللي هي الخلايا المختلفة اللي عندي كمان حاجة مهمة قلنا ان هي بتحتوي على الخلية الناشطة والخلية الناشطة دي قلنا اللي هي مخاطبة برواز اللي انا بشتغل فيها اللي هي حاليا انا بدخل فيها البيانات قلنا كمان ان هو بيحتوي على شريط التنقل بين اوراق العمل وده موجود في اسفل الصفحة بتاعة الورك بوك بلقي شيت وان شيت تو شيت سري بقدر اتنقل بينهم بسهولة وهنشوف الحلقة دي بالتفصيل ازاي هنتنقل وازاي نحددهم وازاي نجري عليهم العديد من التطبيقات كمان قلنا ان فيه شريط اسمه شريط الحالة اللي هو من خلاله بعرض الصفحة اللي انا شغل عليها بطرق مختلفة وشوفنا دوة بطريقة عملية وعملنا كلنا مع بعض واتقلنا ان شاء الله المهارة دي في الصفحة بتاعتي اجزاء انا باكتشفها او ايكونات انا باكتشفها كل ما بشتغل وكل بعمل تطبيقات وكل ما بتعلم مهارات زيادة بقدر ان انا استفاد من هذه الايكونات طب احنا معنا كم سؤال كده سريع عبارة عن صح وغلط علشان نشوف مدى استعابنا واجابة الاسئلة دي انا قلتها في العشر دقايق اللي انا اكتلمت فيهم من شوية وعملنا فيهم مراجعة تعالوا بقى مع بعض كده هو نشوف السين والجيم وضح مدى صواب او خطأ العبارات التالية اول عبارة من مكونات الشاشة الافتتاحية لتطبيق اكسل المصطرة الافقية والرأسية طب هل السؤال ده اجابته صحيحة ولا خطأة احنا لسه من شوية دلوقتي استرجعنا مع بعض مكونات الشاشة الافتتاحية لتطبيق ميكروسوفت اكسل هل كان فيها مصطرة افقية ورأسية لا طبعا ما كانش فيها مصطرة افقية ورأسية ولكن كان فيه دوة موجود فين؟ كان موجود فيه تطبيق ميكروسوفت وورد اللي احنا درسناه السنة اللي فاتت يبقى هذه العبارة ايه؟ يبقى هذه العبارة خطأة طيب الخلية الناشطة اكتف سيل هي الخلية التي تحيط بها برواز وتسمى المؤشر تمام احنا لسه معرفينها دلوقتي تعالوا نشوف العبارة الثالثة من مميزات برنامج اكسل نقل ونسخ وتجميع البيانات بين اوراق العمل ودفتر العمل تمام احنا ذكرنا الميزة دية لما تكلمنا عن مميزات برنامج اكسل طيب رقم اربعة دفتر العمل ووركوبوك يتكون من مجموعة من اوراق العمل التي تمثل ملف واحد تمام احنا قلنا ان الوركوبوك اللي هو دفتر العمل بيتكون من مجموعة من اوراق العمل ممكن ان انا ازودها وممكن انا قصها زي ما انا عايزة زي ما هنشوف في الحلقة اعادية ان شاء الله فتعتبر دية عبارة صحيحة خمسة يمكن انهاء برنامج اكسل عن طريق مفتاحي alt وf3 احنا لسه حالا قيلين طرق غلق البرنامج هل كان فيها alt وf3 لا هي الصح التصحيح بتاع العبارة alt زائد f4 وليس f3 العبارة السادسة يظهر بشريط العنوان عنوان البرنامج واسم المصنف وزر التكبير والتصغير والاغلاق بالتأكيد العبارة صحيحة زي ما شفناها عملي في الحلقة السابقة رقم سبعة التبويب فايل يحتوي على مجموعة من الاوامر الاساسية مثل exit العبارة دي بالتأكيد هي عبارة صحيحة لان احنا قلنا ان احنا بنغلق برنامج ميكروسوفت اكسل عن طريق التبويب او قيمة فايل وبختار اخر امر اللي هو exit طيب بعد ما راجعنا مع بعض هنبتدي نشوف النهاردة بقى هنبتدي بايه في الحلقة دي هنبتدي بشريط ادوات الوصول السريع اللي هو quick access tool bar ده بيبقى موجود فين بيبقى موجود في الركن الايسر ويحتوي على ادوات ايه بقى الحفظ والتراجع عن الكتابة وزر الاعادة تقصيص هذا الشريط لاضافة ايه لاضافة ادوات طبعا احنا تعودنا ان احنا دايما بنشتغل عملي علشان نشوف اللي احنا بنشرحه اه دي workbook عندي اهو ده الشيت اللي مفتوح قدامي هبص هنا اهو مكان انا ما بشاور لكم كده ده هو شريط ادوات الوصول السريع اه زي ما عرفناه سريعا لما شرحنا الشاشة الافتتاحية للبرنامج هو بيحتوي على زرار الاستعادة دو بنسميه دو واندو اه استعادة الامر او حسفه كمان بيبقى فيه ايكون صغيرة اهية اه دي تمثل اوامر اه بنفزها وانا بشتغل زي save اللي انا قلتلكم عليه اهو اللي هو علامة اه الديسك اللي خاص بالحافظ اه الجزء دو زي ما قلتلكم ممكن ان انا اضيف ممكن ان انا اضيف زي ما انا عايزة tools اه خاصة بيا علشان تسهلي عملية التعامل مع اه الصفحة اللي انا فتحيها علشان ما اضطرش ان انا افتح اه من شريط الربون اللي هو موجود ده اللي احنا شايفينه ده لا انا بعمل تخصيص لشريط ادوات الوصول السريع يعني ايه تخصيص يعني بخصص فيه اوامر انا اللي بضفها انا اللي بضفها ازاي شايفين السهم دواء الصغير ده انا فتحته اه دي ظهر قدامه مجموعة من ادوات اللي انا بستخدمها شايفين انا دوست على اه ادي السهم هو فتحته نزلي مجموعة من التولز اه هي اللي موجود عليها علامة صح هي قريدي من ضافة اللي مش موجود عليها علامة صح هي دي اللي مش من ضافة عندي واللي انا اقدر ان انا اضفها زي ما ضفت دلوقتي اه دوست على البرانت لقيت ان الايكون الخاصة بالبرانت ظهرت قدامه تاني تاني هقصص لكم اداة تانية فتحتهم من السهم الصغير زي ما وردتكم وانزل تحت اه شايفين نيو دي اه معمول عليها علامة صح يبقى هي فعلا الايكون اللي خاصة بها موجودة لما انا شلت علامة الصح اللي حصل الايكون الخاصة بالنيو اللي هي الصفحة البيضة اختفت من عندي يعني مش موجودة الا اذا انا رجعت ضفتها تاني طيب هنا في عندي quick print لو انا ضغطت عليها هي كت عليها علامة الصح يعني من ضافة لما انا شلت علامة الصح اللي حصل اللي حصل ان هي اختفت من شريط ادوات الوصول السريع تمام كده هو يبقى احنا دلوقتي عارفنا ازاي ان انا اخصص tools في شريط ادوات الوصول السريع وازاي انا احذف tools عن طريق السهم الصغير اللي احنا قلنا عليه اللي هو اهو واضح عندنا هنا اهو لما انا بفتحه بلاقي في علامة صحة هي موجودة على tools او على ال icons او على الاوامر فعلمة الصحة دي هي الرجل اللي هي موجودة لو انا جيت هنا هو وعملت عملت صحة على new اللي خصل الايكون اللي خاصة بال new يعني اضافة صفحة جديدة او workbook جديد اهو ابتدت ان هي ظهرت معي تمام كده اهو يبقى دلوقتي احنا عرفنا شريط ادوات الوصول السريع عندي عرفنا ازاي نخصص فيه ادوات الادوات دي عبارة عن رموز لاوامر زي ما قلنا عملية الحفظ عملية اضافة workbook جديد عملية الطباعة كل دي بتمثلها ايكون انا بقدر ان انا احطها في شريط ادوات الوصول السريع علشان استخدمها في شغلي باستمرار وما اضطرش ان انا افتح التبويبات واروح لشريط الريبون اللي خاص بالتبويب وابتدي ان انا انفذ الاوامر اللي انا عايزها طيب ننتقل بقى لحاجة جديدة تعالوا معينا نشوف هنتكلم عن ايه دلوقتي هنتكلم عن شريط الصيغ اللي بنسميه formula bar شريط الصيغ دو زي ما احنا شايفين كده تعالوا نشرح ايه الادوات اللي موجودة في شريط الصيغ ده اول حاجة بيظهر فيه AC2 دي C2 دي عبارة عن الخلية الناشطة اللي انا وقفة عليها في الworkbook وعرفنا يعني ايه خلية ناشطة يعني اللي متحددة ببرواز واللي هبتدي ادخل فيها البيانات يبقى ادي اول حاجة عرفناها بتبقى موجودة في شريط الصيغ تاني حاجة مفتاح الادخال او مربع الادخال وده مربع الالغاء اللي عليه علامة الصح ده هو مربع الادخال واللي عليه علامة الغلط ده هو مربع الالغاء وهنا دي بقى ايه دي عبارة عن زر ادراج الدل اللي من خلاله لو دست عليه بالموس يتفتح لي النافذة او الصندوق الحواري اللي خاص بمعالج الدل يبقى هنا هو ده عنوان الخلية الناشطة ده زر او مربع الالغاء ده مربع الادخال وهنا زر ادراج الدل ده كله على بعضه كده اسمه ايه اسمه شريط الصيغ ولما نشوف دلوقتي عملي هنعرف بيبقى مكانه فين بالزبط فيه ورقة العمل او الورك بوك اللي انا شغالة عليه تعالوا مع بعض كده هو نشوف ازاي احنا بنتعامل مع شريط الصيغ بصوا معايا هنا ده اهو شريط الصيغ بتاعي زي اللي احنا شفناه في لوحة الشرح السابق ادي شريط الصيغ بتاعي شوفوا لما انا ضغطت على الف اكس هنا اللي حصل اتفتح معالج الدلات بتاعي او بيحتوي على مجموعة الدوال ده اللي الصم ده اللي اتف ادي الدوال انا اختار اي دالة ودوس اوكي بس انا هقفله دلوقتي بقى احنا عرفنا لما دوسنا على الف اكس اللي حصل اتفتح معالج الدلات طب تعالوا نقف على خلية كده وندخل مجموعة من الارقام كده بيانات ايه اللي حصل اول ما ابتدت اكتب بين الزر اللي خاص بالالغاء واللي خاص بالادخال شايفين بقى ظهروا زي ما كانوز ظهرين في الاول اول ما ابتدت ادخل البيانات دي الازرار دي ظهرت معايا لو انا جيت وقفت هنا هو ودست انتر ايه دي ايه اللي حصل هنكتب تاني هو واريكو تاني شايفين لما جيت دخلت ظهر ايه زر الادخال والالغاء لما انا دست على الالغاء اللي حصل اتمسحت البيانات من الخلية يبقى عرفنا ازاي الغي البيان من زر الالغاء وازاي ان انا اه اثبته بزر الادخال هنا زي ما قولنا دي الخلية الناشطة او الخلية اللي انا عايز اروح لها لو انا جيت وقفت هنا ودست على السهم ده وخاتبت مثلا الخلية ب فور اللي حصل رح وقفني عند الخلية العمود ب وي الصف فور زي انا ما كتبت له هنا هو شايفين زي ما كتبت له ب فور هو راح وصلني للخلية بفور عن طريق السهم الصغير اللي احنا كلنا شايفينه ده لما احنا فتحناه وابتدينا نكتب عنوان الخلية اللي انا عايزة اروح ادخل فيها البيانات في صفحة ال اكسل اللي انا فتحها تمام طيب تعالوا بقى مع بعض كده هو اه نراجع اللي احنا قلناه في شريط السيق لان الشريط الشريط السيق ده شريط مهم لان احنا هنتعامل معاك كتير بعد كده ان شاء الله لما نيجي نستخدم المعادلات والصيغ والدوان عرفنا ان الشريط ده بيبقى موجود شي كذا ايكون اول ايكون اللي هي الخاصة بالادخال يعني انا لما باجي اكتب بيان لو انا عايزة اسبت البيان ده في الخلية وعمل له عملية ادخال اروح للايكون اللي هي علامة صح اللي هي دي يقبل بيها الادخال اللي انا دخلته لو دست عليها خلاص هو كده قبل البيان اللي انا دخلته في الخلية سواء كان بيان عددي سواء كان بيان نصي اي بيان انا دخلته طب لو انا دست على علامة الـ إيه اللي هيحصل؟ هيمسح البيانة على طول اللي أنا دخلته في الخلية طيب إيه إحنا عرفنا الآيكون اللي خاصة بالصحة والآيكون اللي خاصة بالخطأ أو البرواز أو المربع الخاص بالصحة واللي خاص بالخطأ دي أولا وظيفتهم إيه؟ طيب الـFX بقى دي اللي تهمنا إن شاء الله في الحلقات الجاية دي لما بفتحها بتفتح لي نافذة أو صندوق حواري بيحتوي على مجموعة الدوال المخزنة داخل البرنامج وبتجي إن أنا أختار منها الدالة اللي أنا عايزة استخدمها ودوس أوكي وهنكمل في حلقة إن شاء الله وفي شرح درس خاص بالدوال بالتفصيل إزاي أتعامل مع الدوال في إيه تاني قلنا في شريط الصيغ؟ آه بيظهر فيه عنوان الخلية النشطة اللي أنا وقف عليها يعني أنا لو وقف في الخلية بي فور هيكتف فوق في شريط الصيغ في الجهة اليسرى إيه رقم أو عنوان الخلية بي فور طب ولنفرض إن أنا عايزة أروح لخلية معينة قلنا السهم الصغير اللي موجود فوق جنب عنوان الخلية أفتحه وأكتب الخلية اللي أنا عايزة أروحها ولتكن سيخة مستاشر أكتب سيخة مستاشر هلاقي إن مؤشر الكتابة عندي أو البرواز بتاع الكتابة عندي راح وحدد الخلية اللي أنا كتبت عنوانها وبقت هي الخلية النشطة اللي أنا أقدر أدخل فيها البيانات اللي عايزة أدخلها تمام؟ تعالوا نشوف بقى حاجة عندي جميلة جدا اسمها كيف يمكن تصغير الشريط الريبون بار الريبون بار زي ما قلنا لأن قلنا إن في ناس كتيرة بتتدايق من زحمة الأيكنز اللي موجودة فإحنا أدنا لهم طريقة إن هم يبتدوا إن هم مش هنقول إن هم يستغنوا عنها خالص أو يمسحوها أو يدلتوها أو ما يبقاش ليها وجود لا إحنا بنصغرها وممكن نسترد حجمها تاني طيب أول طريقة عن طريق مفتاحين كنترول وف واحد ده من خلال الكيبورد طيب من خلال صفحة الإكسل قال لنا إن في أي يكون بالشكل ده بار عن سهمة متجه لأعلى لو أنا ضغطت عليه هتختفي شريط الريبون تعالوا مع بعض نشوف ده بشكل عملي ونشوف هننفزه إزاي مع بعض آدي صفحة الإكسل اللي خاصة بي آآ آدي شريط الريبون زي ما أنا موضحها لكم كده هو ده شريط الريبون اللي مفتوح طبعا هو خاص بالتبويب هوم عشان تبويب هوم هو اللي مفتوح وقلنا إن كل شريط الريبون آآ التولز بتاعته بتختلف آآ من تبويب لآخر يعني لو أنا فتحت أي تبويب تاني غير تبويب الهوم اللي أنا فتحها دلوقتي هلاقي شريط الريبون بتولز مختلفة عن آآ أي تبويب تاني آآ طبعا زي ما قلت لكم قبل كده هو إن شريط الريبون ده بيبقى متقسم لمجموعات ليه ببقى متقسمات مجموعات كده عشان يسهل علي استخدام الآيكون اللي خاصة بي تعالوا معي أهو آدي السهم اللي أنا وضحته لكم في الرسمة السابقة في الشاشة اللي قبل دي آدي أهو السهم اللي متجه لأعلى شايفينه كلنا هو دلوقتي لسه شريط الريبون ظاهر معي أهو السهم ده بيبقى موجود فين بيبقى موجود جهة اليمين في الأعلى زي ما احنا شايفين بالشكل ده نعرف مكانه ضغط عليه أهو اللي حصل شايفين شريط الريبون اختفى مع إن التبويب بتاعه موجود مفتوح ولكن اختفى لإن أنا ضغطت على الآيكون اللي خاصة بالغاية ضغطت عليها تاني ظهر معي شريط الريبون زي ما احنا شايفين بالشكل ده أهو نعيدها تاني شايفين آدي أهو الشريط بتاعي الريبون موجود فيه كل التولز اللي خاصة بالتبويب هاجي أضغط هنا على السهم الصغير ده اللي أنا مشاوري لكم عليه هبصة ألاقي إن بضغطة كده تلك عليه هبصة ألاقي الشريط الريبون بتاعي اختفى زي ما وردكم طيب يبقى تعالوا كده نرجع سريعا أنا بحب بعد ما وريكم المهارة اللي انتوا مفروض تتعلموها عملي بنحب نرجعها مع بعض كده عشان ما انسهاش قلنا إن كل تبويب عندي بيبقى ليه شريط ريبون خاص بيه شريط الريبون ده بيحتوي على مجموعة من التولز التولز دي تتمثل في أيكونات صغيرة كل أيكونات من دولة بتؤدي إلى تنفيذ أمر معين أنا ببقى عارفة إن هذه الأيكونات بتنفذ الأمر اللي أنا عايزة زي مثلا عايزة أكبر الخط أنا عارفة شكل أيكونات تكبير الخط فين وهي موجودة في أنهي تبويب فببتدي إن أنا أفتح التبويب اللي خاص بيها واضغط على الأيكونات دي في شريط الريبون فبيتنفذ الأمر قلنا إن فيه بعض مستخدمين ما بيفضلوش إنه هو شريط الريبون بكل الزحمة اللي فيه دي يكون مفتوح فبيحبوا إن هم يقفلوه ده بيحسسهم براحة في النظر راحة في التعامل مع شيت الأكسل اللي هم شغالين عليه قلنا إن فيه سهم المؤشر بتاعه بيتجه لأعلى السهم ده موجود جهة اليمين من الشاشة بتاعة البرنامج وشوفنا مع بعض في الجزء العملي لما أنا جيت ضغط عليه كده بالموس ضغطة واحدة كلكة شمال بالموس اللي حصل بقيت إن شريط الريبون اختفى ومعادش ظاهر قدامي ده وفر لي مساحة في الشاشة لإن شريط الريبون زي ما إحنا عارفين بيبقى عريض وبيبقى واحد مساحة في الشاشة بتاعة البرنامج لما أنا بقفله الشاشة بتكبر معايا شوية وبيسهل الشغل أو بيضيف مساحة إضافية لورقة العمل على الشاشة طيب وعرفنا طبعا إزاي إن إحنا نستعيد حجمه تاني إن أنا دست على السهم أنا كان السهم الأول اتجاهه للأعلى لما ضغط عليه بقى اتجاهه للأستل واختفى شريط الريبون فأنا لما جيت ضغط على نفس السهم وهو المؤشر بتاعه للأسفل ظهر معايا شريط الريبون كمان قلنا إن مش بس من خلالي ايكون أقدر إن أنا أخفي وأظهر شريط الريبون لا كمان من خلال مفاتيح الكيبورد زي ما قلنا لكم كنترول وف واحد يخفي أرجع أدوس كنترول وف واحد تاني ألاقيه ظهر معايا تاني وقلنا إن في مستخدمين كتير بيفضلوا يتعاملوا مع مفاتيح الكيبورد لتنفيذ الأوامر وفي مستخدمين كتير أيضا بيفضلوا التعامل مع الماوس ومع الايكونز اللي موجودة في صفحة البرنامج فده متاح وده متاح لكل مستخدم بيحب إنه هو يستخدم أي طريقة مستريح فيها لتنفيذ أوامر على البرنامج تعالوا بقى مع بعض نشوف إيه تعالوا هنا ده التبويب فايل أنا بحب إن أنا أوضح لكم في لوحة زي دية كده هو المحتويات الخاصة بكل تبويب علشان لما نبتدي نقرأها مع بعض كده ونيجي نفتح تاني التطبيق ونشتغل عليها يبقى عارفين إن إحنا شفناها قبل كده هو وبتبقى مألوفة بالنسبة لنا تعالوا مع بعض كده هو نشوف في التبويب فايل إيه مجموعة الأوامر الأساسية اللي بتبقى موجودة في التبويب فايل الأمر حفظ المصنف حفظ المصنف بإسم فتح مصنف موجود مسبقا إغلاق مصنف طبعا إحنا عارفين كلمة مصنف دي يعني إيه كلمة مصنف دي يعني الورك بوك اللي أنا شغالة عليه يعني دفتر العمل فيها قائمة أو التبويب فايل في معلومات عن المصنف قائمة الملفات الأخيرة إنشاء مصنف جديد اتباع الخروج من البرنامج طبعا في إيه في المحتويات دي إحنا عارفينه وتعملنا معه قبل كده طبعا أنا سماعيكم كلكم بتقولوا الخروج من البرنامج بالزبط كده يبقى إحنا فيه أمر من أوامر التبويب فايل إحنا استعملناه وعارفينه كويس قوي اللي هو الخروج من البرنامج اتكلمنا كمان عن إيه اتكلمنا مش إحنا اتكلمنا عن إغلاق بس إحنا اتكلمنا عن إغلاق إيه علشان إحنا بنطلخبط دي جزئية اللي أنا بقول لكم بنطلخبط فيها جزئية إغلاق مصنف وجزئية الخروج من البرنامج إحنا خلاص عرفنا الخروج من البرنامج هنشوف إن شاء الله إزاي هنعمل إغلاق للمصنف بدون الخروج من البرنامج طيب إيه تاني هنا اتكلمنا عنه اتكلمنا عن حفظ المصنف طب حد يفكرني كده اتكلمنا بيها فين اتكلمنا فيها لما احنا قلنا شريط أدوات الوصول السريع مش إحنا قلنا ممكن إن أنا أضيف لي آيكونة خاصة بالحفظ وقلنا إن شكل الآيكونس دي عبارة عن ديسك فلوبي اللي هو كنا بنسيف عليه البيانات بالضبط كده يعني في حاجات موجودة عندي في التبويب فيل إحنا درسناها وشفناها مع بعض طب تعالوا بقى نشوف نمسك أمر أمر كده هو من أوامر التبويب فيل ونشوف هنستخدمه إزاي أول أمر إنشاء مصنف جديد نيو وورك بوك نيو وورك بوك زي ما قلنا وبعدها كتير إن أي أمر بيبقى لي كذا طريقة أو بيبقى لي كذا أداء في أداء خاصة بالكيبورد زي هنا بالنسبة لإنشاء مصنف لو دست على كنترول وإن من الكيبورد هيتفتح لي مصنف جديد لو رحت عند شريط أدوات الوصول السريع وإن أنا ضغطت على الأيكونة اللي خاصة بالفتح أو بمصنف جديد هيتفتح لي مصنف جديد وإحنا في تكرو عملناها دلوقتي من شوية وفتحنا مصنف جديد أو خرجنا أو أضفنا أضفنا الأيكونة اللي خاصة بفتح مصنف جديد وحطناها في شريط أدوات الوصول السريع طب لو ما كانتش موجودة إحنا خلاص بقى اتعلمنا إزاي نحط أيكون مش موجودة في شريط أدوات الوصول السريع طب تعالوا مع بعض كده هو نشوف عملي هننفذ دوه إزاي إذي الصفحة هي بتاعة الإكسل اللي أنا شغالة عليه آآ 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 آ� شريط الريبون ومن خلالها بظهره تعالوا بقى نشوف كده هو مع بعض احنا بنقول ازاي هنفتح مصنف جديد اه دي شريط ادوات الوصول السريع زي ما احنا شايفينه مع بعض وادي الايكون اللي خاصة بايه اللي خاصة بفتح مصنف جديد اللي هي الورقة البيضة اللي قدامي دي ولو مش موجودة بفكركم بفتح السهم ودي نيوها هي لقيت عليها علامة صح لو ما كانش عليها علامة صح بعمل كليكة شمال بالموس عليها هلاقيها ظهرت عندي بالشكل اللي انا شايفاه دو اه طيب انا دلوقتي ده عنوان الورك بوك اللي انا شغال عليه اللي هو اسمه بوك سري اه طبعا زي ما احنا عارفين ان انا لما بفتح اه صفحة جديدة في برنامج الاكسل يبقى انا كده فتحت وورك بوك جديد هاجي طريقة تانية انا فتحت فايل هنزل عند اوبن شايفين ايكونة اوبن اللي انا شايفاها اللي انا فتحاها دي اللي انا محدداها قدامكم كبراها هاجي عندي نيو بالشكل ده لانا انا هعمل ايه هفتح دفتر جديد لما انا فتحت نيو ظهر عندي اه بلانك وورك شيت شايفين بلانك وورك بوك اهو هاجي هنا عندي كريات شايفين كريات دي يبقى انا فتحت نيو وبلانك وورك بوك ودوست نيو ايه اللي حصل اتفتح وورك بوك جديد بقى اسمه ايه بوك فور اللي كان موجود اللي انا شاورتلكم على عنوانه قبل ده كان اسمه ايه كان اسمه بوك سري يبقى انا لما ضفت وورك بوك جديد لما فتحت فايل واخترت نيو واخترت نيو وورك بوك ودوست كريات اتفتح وورك بوك جديد واخد اسم او رقم مختلف عن اللي كان مفتوح قبل كده خلوا بالكو ان هو خد هذا الرقم خد هذا الرقم علشان انا كنت فتح قبله وورك بوك 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 سري ولكن انا عايزة اعكد معاكم على المعلومة دي هو برنامج ميكروسوفت اكسل هو طبيعي بيدي اسم او بيحفظ الورك بوك اللي انا شغالة عليه باسم افتراضي بيدي له اسم رقمي بيدي له اسم رقم يعني بوك وان بوك تو بوك سريه فلذلك انا لما بحب ان انا اخفظه باسم مختلف عن اللي البرنامج حفظوا بيه فابتدي ان انا اغير الاسم دو وهنشوف ازاي في الاوامر اللي جاية ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نحفظ الوركة العمل اللي انا شغالة عليها طيب تعالوا دلوقتي بقى نراجع على الجزئية اللي احنا شرحناها عملي من شوية احنا قلنا ان انا لما بحب ان انا افتح وورك بوك جديد بعمل ايه في عندي كذا طريقة يا اما من خلال الكيبورد ان انا بضغط على مفتحي كنترول وان وعايز اكد عليكم على مهارة انتو بتحسوا ان هي انتو مش عارفين تزبطوها وتدوسوا على المفاتيح بالتمام زي ما الامر بيقول احنا قلنا ان احنا لما بنيجي نفتح وورك بوك جديد بدوس على زرارين اللي هما ايه كنترول مع حرف الان زي ما قلتلكم قبل كده صبعي ده على الكنترول على زرار الكنترول مشلوش خالص مشلوش ابدا حتى كده وسابت صبعي ده ضغطة واحدة على حرف الان وانا ما زلت ضغطة على الزرار اللي خاص بالكنترول في الكيبورد يبقى انا هنا هو ضغطة على الكنترول وضغطة واحدة على ايه حرف الان بكده هيتنفس معايا الامر ما ينفاش لما اجي ادوس على حرف الان اشيل ايه منع الكنترول كده هبصة لاقي الكيبورد كتب حرف الان على الشاشة ونرجع نقول الامر ما تنفس فيه حاجة غلط الامر ما تنفس لأول امر ما تنفسي علشان احنا مش بنراعي الدقة في ان احنا نصبط ايدينا على الكيبورد تاني صبعي ده على زرار الكنترول ما يتشلش ابدا حتى لو ضغطة على حرف الان ما شلشت صبع ده من على الكنترول يفضل ثابت وضغطة واحدة على حرف الان وبعد كده شيل ايديا الاتنين هلاقي ان وركبوك جديد اتفتح معي يبقى دي طريقة من طرق فتح مصنف جديد او وركبوك جديد من طريق الكيبورد في طريقة تانية ان انا بفتح التبويب فايل واختار الامر نيوم وبعد ما اختار الامر نيوم هلاقي نافذة اتفتحت لي مقسمة الى جزئين هبص على الجزء الايصر الاول اللي هو ايه نيو وركبوك هلاقي صفحة بيضة كده هو زي ما شفناها مع بعض ومكتوب تحتيها نيو وركبوك وفي الجهة اليومنا هلاقي مكتوب عندي كرييت مربع كده ومكتوب جواه كرييت بضغط عليه هبص الاقي اتفتح لي وركبوك جديد وقلنا ان اول وركبوك بفتحه اول ما ببتدي الشغل وافتح وركبوك اللي بيحصل البرنامج اوتوماتيك بيديله اسم افتراضي الاسم ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في شريط العنوان جنب ايه؟ جنب اسم البرنامج اللي هو ميكروسوفت اكسل طب الاسم اللي افتراضي ده عبره عن ايه؟ بيسمي بوك بس بيبقى بارقام مختلف يعني انا لو فتحت بوك اول مرة هيسمه لي بوك وان لو انا بشتغل حبيت ان انا افتح بوك تاني وفتحته هلا يسمه لي بوك تو لو انا عايز افضل حفظه باسم بوك وان والتاني افضل حفظه باسم بوك تو مفيش مشكلة لكن لو انا حبيت اغير الحفظ ده انا والله عايزة احفظ المصنف ده باسم تاني فهبتدي ان انا ايه؟ هغير الاسم ده واحفظه باسم تاني وهنشوف مع بعض طيب قبل ما نسيب النقطة دي انا عايزة اوضح لكم حاجة احنا لما بنيجي نحفظ مصنف لازم نحفظه بمحتوياته بما يمثل محتوى يعني لو انا عاملة مصنف عن الاجور اسمي اجور لو انا عاملة مصنف عن الميزانية لسنة معينة هسميه الميزانية لسنة كذا احط السنة اللي هي خاصة بعمل الميزانية لو انا مثلا اعمل عن الصادر والوارد في المخزن اسميه الصادر والوارد للمخزن او اصغر الاسم شوية بحيث ان هو يبقى اسم سهل ليه انا بعمل كده لان انا هيبقى عندي عشرات وخمسينات ومئات الملفات عشان اجي انا حفظته باسم غير محتوى اجي ادور على ملف الاجور لسنة آآ الفين وسبعتاشر وانا حفظهم كلهم ببك وان بك تو بك سري كلهم اسميهم واحدة هتطر ان انا افتح ملف ملف عشان اشوف المحتوى اللي جوه علشان اعرف هل ده الملف اللي انا عايزة ولا لا تخيلوا كمية الوقت والجهد وهنزهق وهنمل ان احنا عمالين نفتح مصنفات كتيرة 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 علشان ندور على الحاجة اللي انا عايزها لكن لو انا حفظه بمحتوى اقول اه ده انا عايزة ايه انا عايزة مرتبات الفين واربعتاشر او الفين وسبعتاشر اكيد انا حفظه بالاسم ده مرتبات الفين وسبعتاشر فعلى طول هكتب في السيرش الاسم اللي انا عارفة ان انا حفظه بيه لان انا انا منظمة شغلي بكده ان انا بكتب اه بحفظ الملف بما يحتويه او بالانوان بتاعه على طول في السيرش هكتب العنوان هبصة لاقي جالي الملف وتحدد اعمل عليك لك بالماوس هيتفتح معي تمام طيب تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعديها في عندنا حاجة اسمها القالب الافتراضي ايه هو القالب الافتراضي دوه قال لنا هو مصنف مصنف يعني ايه يعني وركبوك لان احنا بنتكلم على تطبيق ميكروسوفت اكسل هو مصنف يحمل خصائص افتراضية محددة من البرنامج ايه هي دي ازاي افتراضية وازاي محددة وازاي البرنامج اه مختفز بيها اه هنشوف دلوقتي مع بعض زي ايه قال لنا زي عدد اوراق العمل تنسيق الصفحة عدد اوراق العمل ايش احنا قلنا ان المصنف بيحتوي على اوراق عمل ورقة او اتنين او تلاتة او اربعة زي ما احنا عايزين طيب وتنسيق الصفحة ايه هو تنسيق الصفحة يعني هوامش اه يعني اه تقسيم الصفحة في الاكسل زي ما هنشوفها بعد كده تحديد اتجاه الكتابة هكتب مليمين ولا مش مال حجم الهوامش هل انا هحتفظ بالحجم بتاعها ولا هغيره تنسيق الخلايا وهكذا يبقى القالب الافتراضي ده هو قالب موجود في البرنامج اول ما بفتح اه وورك بوك بيظهر لي بالتنسيق اللي البرنامج خفزوا به طيب تعالوا نشوف بقى ايه هو القالب ما احنا عرفنا القالب الافتراضي وقلنا ده بيظهر ازاي القالب بقى قال لنا ده مصنف مصنف يعني وورك بوك يشتمل على مدخلات اه يبقى هنا الفرق يبقى القالب الافتراضي ما كانش فيه مدخلات هو بس ايه مجرد تنسيق لدفتر العمل هو احتفظ بتنسيقات انما هل فيه مدخلات هل فيه نصوص هل فيه ارقام لا ما فيهوش طيب وقلنا ايه وانه هو فيه انماط من التنسيقات المتضمنة التي يمكن استخدامها لانشاء مصنفات اخرى تشترك فيه نفس التنسيق يبقى تعالوا مع بعضك ده وانشان لو جلنا صح وغلط في المعلومة دي القالب الافتراضي هو قالب بيحتفظ فيه المصنف فيه برنامج ميكروسوفت اكسل هو جاهز وموجود فيه البرنامج لكن مش داخل فيه اي بيانات يعني انا اول ما بفتح التطبيق بتاعي بيظهر لي صفحة ميكروسوفت اكسل فيها الهوامج جاهزة التنسيقات بتاعتها تنسيق الخط جاهز اتجاه الكتابة جاهزة ايه بنسميه قالب افتراضي طب القالب لا القالب يختلف القالب ده عبارة عن مصنف برضو بس انا ادخلت فيه بيانات وادخلت فيه نصوص وعملت اجريت عليه عمليات معينة وحفظته يبقى كده هو اسمه ايه اسمه قالب يبقى احنا دلوقتي قدرنا ان احنا نفرق بين القالب الافتراضي وبين القالب لان تملي الجزئية دي بتلخبطنا لو جي فيها سؤال صح وغلط او سؤال تعريفي فعلشان ايه نبقى عارفين بالزبط احنا بنقول طيب تعالوا مع بعض كده هو نراجع احنا قلنا ازاي عندنا قالب وقالب افتراضي وفرقنا بينهم وعرفنا ازاي نفتح مصنف جديد وقلنا ليه طرق مختلفة طرق من خلال الكيبورد ومن خلال الاوامر اللي موجودة في البرنامج اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصف الثاني التجاري ساعدتوا بصحبتكم في هذه الحلقة وان شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية ونتكلم عن مهارات اضافية خاصة بالمنهج ميكروسوفت اكسل للترم الاول شكرا لكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله